اسمع 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 فجاراتها الله أكبر الله أكبر قصة رهان بين الكتيوشا ومعادلة الاستقرار تغيب فوصلها لكن تعود في توقيت يتزامن في كل مرة مع محاولة العراق النهوض من جديد من جديد أيضا تأتي الحكومة بحوار استراتيجي عنوان عريض لقضايا مفصلية كثيرة أما الكتيوشا لها قول آخر فمنذ أن بدأ رئيس الوزراء السعية لضبط وتر العلاقات السياسية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حتى عادة الكتيوشا تنسف فرص النتائج المرجوة على الأرض ثلاث ضربات منذ بدء الحوار حتى اليوم الاتهام المباشر لوكلاء إيران يوضع في كفة الميزان الراجحة نحو التفسير الأكثر منطقية بحسب الرافضين للتواجد الأجنبي في البلاد وخير دليلا على هذا هو سقوط الكتيوشا في أماكن تستضيف القوات الأمريكية لعل توقيت تلك الصواريخ بمثابة رسائل مبطنة توجه عبر العراق في ظل تصعيد تشهده المنطقة بين الفينة والأخرى حرب الكتيوشا تسمية بات المجتمع العراقي يفقه فعلها جيدا فيما تذهب التكهنات تجاه إعاقة إيران لأي مشروع عراقي يبحث عن الاتزان السياسي أما ذريعة فهي العنوان المكرر في عقلية طهران شماعة التواجد الأجنبي من جهة والتوتر مع واشنطن من جهة أخرى هي الجهة الأكثر ترجيحا في تفسيرات التزامن الكتيوشي مع الحوار الاستراتيجي استغلال الحديث عن وجود خلايا داعشية نائمة يأتي بعيد إطلاق الصواريخ في المجمل كل الضربات تأتي بعد كل حوار أو تفاوض تحيل ملف العراق السيادي إلى مربع الصفر في كل جولة وصناعة الجولات ليس بالأمر الهين في حسابات الوقت والظروف المحيطة يهدر الزمن في ولادة عصيرة لحكومة أو ضبط عداد الأمن فيما تستمر الكتيوشا في دقائق قليلة ناسفة لكل الجهود والآمال ترجمة نانسي قنقر